اشتركوا في القناة المتعصب هو شخص لا يمكنه أن يغير رأيه ولا يريد تغيير الموضوع وينستون تشيرتشيل وينستون تشيرتشيل رجل دولة وكاتب وخطيب ومؤرخ بريطانية ولد في بلاينهايم بالاس في محافظة أوكسفورد شاير في إنجلترا والقريبة من أوكسفورد في الثلاثين من تشرين الثاني من عام 1874 ولداه اللورد راندولف هنري سبينسر تشيرتشيل كان من زعماء حزب المحافظين ووالدته جيني كانت أمريكية الأصل درس في مؤسسة هارو التعليمية ثم في الكلية الحربية وعمل بعد ذلك ضابطا في سلاح الفرسان بالهند شهد بوصفه مراقبا حربيا معركة أم درمان عام 1898 التي نشبت في آخر ثورة الدرويش التي تزعمها المهدي محمد أحمد بالسودان وكتب بعد ذلك كتاب حرب النهر يصف فيه الحملة الإنجليزية المصرية لاسترجاع السودان شهد حرب لبوير وهم جماعة من المستوطنين الهولنديين الذين توغلوا في إفريقيا من الجنوب اتجاه الشمال في جنوبي إفريقيا بين الإنجليز ولبوير وذلك بوصفه مراسلا حربيا لجاردة إنجليزية وقد أصره لبوير لكنه استطاع الفرار وبدأ حياته السياسية في حزب المحافظين وانتخب عضوا في مجلس العموم وفي عام 1904 انضم إلى حزب الأحرار الذي نجح بعد ذلك في الانتخابات العامة فعينت تيرتشل وزيرا للتجارة ووزيرا للداخلية ثم وزيرا للبحرية وفي مطلع الحرب العالمية الأولى كان وراء حملة الحلفاء إلى الدرنديل التي أخفقت إخفاقا ذريعا فاعتبرت تيرتشل مسؤولا عن هذا الإخفاق مما اضطره إلى الاستقالة وحارب ضابطا في الجبهة الغربية في فرنسا وفي عام 1917 عينه صديقه لويد جورج رئيس الوزارة أنئذن وزيرا للذخيرة ثم وزيرا للحربية والطيران وكان ذلك بين الأعوام 1919 وألف وتسعمائة وواحد وعشرين بعد ذلك عاد إلى حزب المحافظين وفي عام 1924 عين وزيرا للمالية بقيت شيرتشل بين عامي 1929 وألف وتسعمائة وتسعة وثلاثين بلا منصب وزاري وانصرف في أثنائها إلى التأليف فكتب حياة الباكرة عام 1930 وماريل برو أربعت مجلدات بين الأعوام 1923 وألف وتسعمائة وسبعة وعشرين وسيرة أحد أجداده المشهورين لكنه لم يبتعد عن الحياة السياسية وكانت تحذيراته من خطر الاشتراكية قد أخذت تجد لها الصدن بين الإنجليز منذ عام 1938 وكان ينتقد ويحذر من سياسة التسامح والتهدئة التي تبعها رئيس الوزارة أنئذن نيفل تشامبرلين مع ألمانيا النازية أهم مرحلة في حياة تشيرتشل السياسية برزت أثناء الحرب العالمية الثانية فقد عين عند الدلاع الحرب عام 1939 وزيراً للبحرية وعندما اجتاح الألمان النرويج وهولندا ثم بلجيكا وفرنسا استقال نيفل تشامبرلين معتقداً أن الحلفاء قد خسروا الحرب وفي العاشر من مايو عام 1940 أصبحت تشيرتشل رئيساً للوزارة البريطانية وأعلن في السابع من حزيران عام 1940 أن بريطانيا ستتابع الحرب وحدها وتعرض بعد ذلك للوم شديد بعد أن عجزت بريطانيا عن صد الجيش الألماني في اليونان وخاصة في جزيرة كريت وحينما هاجم اليابانيون بيرل هاربر الأمر الذي أدى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب أسرع إلى لقاء الرئيس الأمريكي فرانكلين روسفيلت في فرقاطة أمريكية في المحيط الأطلسي حيث قرر الرجلان توجيه الجهد الحربي الأساسي ضد ألمانيا كموضع معرف بتصريح الأطلسي الذي أعلن في الأول من مايو عام 1941 تجدد لقاء تشيرتشيل مع روسفيلت في مدينة كوبك في كندا عام 1943 بعد استقالة موسليني في إيطاليا وتقرر مهاجمة الحلفاء لبورما من مار اليوم ثم قصد تشيرتشيل واشنطن وقبل عودته إلى لندن منحته جامعة هارفورد الأمريكية لقب دكتور شرف عام 1943 وألقى بهذه المناسبة خطابا اقترح فيه إحداث مواطنة مشتركة بين الإنجليز والأمريكيين وفي تشرين الثاني عام 1943 حضرت تشيرتشيل مؤتمر طهران الذي ضمه لأول مرة روسفيلت وستالين أيضا وفيه تقرر الهجوم على الألمان في أوروبا من الغرب والجنوب والشرق ثم عقد مؤتمر يالتا في شباط عام 1945 بين تشيرتشيل وروسفيلت وستالين وفيه بحثت قضايا عالمية تتعلق بتقاسم مناطق النفوذ واتخذت قرارات مهمة تتعلق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة التي تقرر إنشاؤها في دون باريتون أوكس بعد عدد من المؤتمرات التمهيدية بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي ثم الصين وفي 29 من أيار عام 1945 هجم الفرنسيون المجلسة النيابية في دمشق ثم قصفوه بالمدفعية طلبت شيرتشيل بحزم من شارل ديغول قائد قوات فرنسا الحرة أن إذن إصدار الأمر بوقف إطلاق النار ونفذ ذلك فعلا في 31 من مايو عام 1945 وأوعز إلى القوات البريطانية بالتدخل وطلب من ديغول الأمر بانسحاب القوات الفرنسية إلى ثكناتها لتجنب الاستضام بين القوات البريطانية والفرنسية وكان يرى ضرورة الاستفادة من ضعف فرنسا لإبعادها عن الشرق الأوسط ومن ثم أجلي الطرفان عن سوريا ولبنان في عام 1945 وزم حزب المحافظين في الانتخابات البريطانية فقدمت شيرتشيل استقالته كرئيسا للوزراء وأسس عام 1947 اللجنة المؤقتة لأوروبا المتحدة التي عقدت مؤتمرا لها في لاهاي في هولندا في الفترة ما بين السابع من مايو عام 1947 واقترحت إنشاء اتحاد أوروبي نادي تشيرتشيل بإنشاء جيش أوروبي وكان يحذر من الاتحاد السوفيتي ويحرد ضده حتى شبه ستالين بهتلر وجماعته وقد شغل في تلك الفترة ما بين عام 1945 وعام 1950 بمؤلف ثمين عن الحرب العالمية الثانية في ست مجلدات بعد فوز المحافظين في انتخابات عام 1950 عاد تشيرتشيل إلى الحكم رئيسا للوزارة البريطانية وبقي حتى عام 1955 واقترح في العشرين من أبريل عام 1953 عقد مؤتمر سريا دولي لبت المشكلات العالمية العالقة ألمانيا، الصين، النمسا وكان ستالين قد توفي في الخامس من آذار عام 1953 مما سهل عقد المؤتمر في السنة نفسها منح تشيرتشيل لقب السير كما منح في تلك السنة أيضا جائزة نوبل لمواهبه المتميزة بوصفه قائدا سياسيا ونيابيا نشيطا وخطيبا مفوها ومؤرخا متتبعا وكاتبا بارعا وفي عام 1955 سل معب الوزارة إلى خليفته أنتوني أيدن بسبب تقدمه في السن وفي الرابع والعشرين من كانون الثاني عام 1965 شيع الشعب البريطاني في لندن السير وينستون تشيرتشيل السياسي الحاذق الذي قلب هزيمة بريطانيا إلى نصر من مؤلفته أيضا لورد راندلوف تشيرتشيل وهو ملخص لسيرة أبيه والأزمة العالمية في أربعة مجلدات عام 1923 وعام 1927 وتاريخ الأمام الناطقة بالإنجليزية أربعة مجلدات والحرب العالمية الأولى في ستة مجلدات يعتبر تشيرتشيل أحد أهم الزعماء في التاريخ البريطاني والعالمي الحديث فقد كان خطيبا بارعا استطاع رفع معنويات شعبه أثناء الحرب وكانت خطاباته إلهاما عظيما لقوات الحلفاء وربما لا يعلم معظم من خرجوا في الثورات أو المنتصرين في الحروب الحديثة حينما يرسمون علامة النصر بإسبعي السبابة والوسطى إشارة للنصر على شكل V اختصارا لكلمة نصر بالإنجليزية أن تشيرتشيل هو من اتكر هذه الإشارة كانت تشيرتشيل ضخمة الجثة بعيد النظر يكثر من تدخين السيجار حتى غدا من صفاته المميزة حد الذكاء يجيد اغتنام الفرص ويؤمن بالإمبراطورية إلى أبعد الحدود لم ينقطع عن العمل الفكري حتى آخر حياته حيث توفي في الرابع والعشرين من كنون الثاني عام 1965 حيث دوفينا في باحة كنيسة قريبة صغيرة تدعى بلادون القريبة من مسقط رأسه من أقواله المأثورة المتواضع هو من يمتلك الكثير ليتواضع به إمبراطوريات المستقبل هي إمبراطوريات العقل سر الحقيقة ليس أن نفعل ما نحب بل أن نحب ما نفعل إذا أثرنا خصاما بين الماضي والحاضر فسوف نفقد المستقبل الذكي هو من لا يرتكب كل الأخطاء بنفسه بل يترك الفرصة لغيره المتشائم يرى الصعوبة في كل فرصة والمتفائل يرى الفرص في كل صعوبة المدخن الشرح الذي يقرأ الكثير عن أخطار التدخين لا بد أن يقلع يوما ما عن القراءة